مع تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري نعيش أفضل من تبويبات الإمام النووي نعيش في هذا الصباح بمشيئة الله عز وجل صدى العبد الرحمن باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي العمر بن شعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده نعم إذن بعدما ذكر الإمام النووي أن من السنة ترك الترفع في اللباس من السنة أن تترك اللباس الفاخر تواضعا لله أن تترك اللباس الذي تقدر عليه وتلبس الذي هو أقل منه تواضعا لله أن تترك السيارة الذي تقدر عليها فتشتري السيارة أقل أن تترك الأثاث الذي تقدر عليه فتشتري الأقل تواضعا لله أن تترك الساعة تلبس الساعة أن تترك الساعة الذي تقدر على الثمن المرتفع فتلبس الساعة الذي هي أقل تواضعا لله وهكذا في عشرات الأمثلة ذكر أنه لا بد من التوسط ومعنى التوسط أي العدل في اللباس فليس معنى ذلك أن تلبس لباس يدل على فقرك لا وإنما تلبس لباس يدل على تواضعك ففرق بينما يدل على فقرك وبينما يدل على تواضعك تواضعك أنك تلبس لباس فوق لباس الفقراء وفي نفس الوقت يظهر أنك شخص ذا نعمة والسبب أن الفقراء لو قصدوك وجدوك أو لو بحثوا عنك عرفوك فإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده لكي يعرف فيقصد من قبل الفقراء والمحتاجين لا لكي يتطاول على الناس فتنبهوا إخواني في الله إلى هذا الحديث الذي يخطئ كثير من الناس في فهمه فتجده يشتري شيئا فاخرا من اللباس أو السعات أو المركبة أو الأثاث أو حتى أعزكم الله الحذاء أو السكنة ما السبب قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده لا يا أخي ليس معنى هذا الحديث معنى الحديث أن النعم تظهر عليك لكي الذي يراك فهذا الذي يراك يعرف أنك أنعم الله عليك فيقصدك في حاجته فتساعده أما الناس في هذا الزمان فعندهم العكس الناس في هذا الزمان عندهم العكس ما هو العكس تجدوا مثلا معه يملك عشرين دينار ويريد أن يشتري ملابس فيشتري بقيمة أربعين طبما كل اللي معك إيش عشرين قال سجلهم على الدفتر وأنا إيش بعاود بسدك هذا إذا وجد من يقرضه أصلا وإذا معه خمس آلاف دينار يشتري سيارة ذات العشر آلاف فيدفع الخمسة وتبقى الخمسة إيش أقصاد أح الأصل أنك إذا ملكت العشر آلاف أن تتواضع فتركب السيارة الخمس آلاف لا هو العكس مع خمس آلاف يريد أن يركب سيارة ذات قيمة العشر آلاف يريد أن يشتري أثاث ما هو قدرتك حتى تؤثث البيت تريد غرفة نوم كم قدرتك قدرتي والله ألف دينار قدرتك ألف الأفضل أن تشتري غرفة نوم ذات الخمسمائة طواضعا لله وأنت تقدر عليها لا أنا بدي أدفع ألف وأشتري غرفة نوم ذات الألفين هذا شو صار معاه صار العكس عكس هذه الأحاديث وإذا قال طيب أنا ذا نعمة طيب يا أخي هاي فيه فقراء في هذا مكسور عليه بأجار البيت ذاك لا يستطيع أن يشتري الدواء ذاك لا يستطيع أن يتعالج في المستشفى ذاك لا يملك قدرة أن يشتري أساسيات التعليم في المدرسة أو وذاك يا أخي لا يجد قوام الحياة من الطعام والشراب واللباس ساعد إخوانك لا أنا بحاجة أكثر إيه لا نحن بدنا أن ترى النعم عليك حتى إذا قصدك الفقراء ساعدتهم إذن هذا معنى هذا الحديث